أكد رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف اليوم أن روسيا ستوسع الحظر الذي فرضته على المنتجات الغذائية للدول الغربية ليشمل أوكراني اعتبرا من يناير المقبل وقال ميدفيديف إنه وقع اليوم المرسوم الذي ينص على ذلك والذي يتزامن تطبيقه مع دخول اتفاق التبادل الحر بين كييف والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ كما يأتي هذا الإعلان على أنقاض محادثات جديدة كان من المتوقع إجراؤها الاثنين في بروكسل لتجنب هذه المشكلة